أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة وفي كلمته على هامش افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكة والقمر الاصطناعي طيبة واحد قال رئيس السيسي إن تأمين البيانات عملية معقدة مشيرا إلى أن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100% لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال نحن بنتكلم هنا على حاجات فنية يعني مش عارف أقول دكتور مصافي بقول لي معقدة أنا عايز أقوله هي مش بس معقدة بس هي حجم التأمين اللي فيها قد يصل لنسبة عالية جدا جدا مش عايز أقول 100% عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش حتل خالص في الموضوع دوت لكن هو الهدف منه إن إحنا الاتصالات والبيانات المتدولة على هذه المنظومة تبقى يعني يصعب إن ما كانش يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها ترجمة نانسي قنع